التقرير اللي جاي معانا حيتناول الانتهاكات الحقوقية المتتالية ضد العمالة الوافدة اللي بلغت اشدها في منع العمال عن تقاضي حقوقهم المالية ومنع ابسط سبل العيش عنهم حقوق مهضومة وانتهاكات تصل لحد العبودية وخداع حكومي يمارسه النظام الحاكم في قطر للتهرب من جرائمه اللا انسانية هذا هو واقع العمالة في قطر فما بين قتل وتشريد ومعاملة غير ادمية تم توصيف ملف العمالة في العديد من التقارير الدولية التي اثارت الرأي العام العالمي ضد الدوحة نظرا لما يلاقيه العمال من سوء معاملة قبل انطلاق بطولة كأس العالم الفين واثنين وعشرين ورصر التقارير عدة ما يعانيه العمال في امارة قطر اذ لا يتقاضون اجورهم وانهم رغم وعود الحكومة القطرية بتحسين حقوق العمالة الا انها اخفقت في حمايتهم وما زال الامر خاضعا لتلاعب اصحاب اعمال بلا ضمير مطالبة الدوحة بوضع حد للواقع المغزي لاستغلال العمال واستشهدت التقارير بمثال مئات العاملين الذين اجبروا على العودة الى اوطانهم مفلسين بعد ان توقفت الشركات التي توظفهم عن دفع اجورهم ثم اوقفت العمل وكشفت التقارير زيف الواقع الذي يحاول النظام القطري تصديره لوضع العمالة الاجنبية على اراضيه في ضوء القوانين الجديدة التي اصدرها لتحسين حقوق العمال بعد توقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة حول هذا الامر في الفين وسبعة عشر الا ان الواقع اظهرها بانها حبر على ورق وتحولت الامارة لسجن كبير للعمال ورصدت التقارير اكبار ثلاث شركات قطرية تعمل في مجال الانشاءات والنظافة هي هامتون انترناشنال وشركة حمد بن خالد بن حمد وشركة يونيتد كيلينينج ما لا يقل عن الف وستمائة وعشرين عاملا على اعادتهم الى بلادهم دون الحصول على اجورهم وفي محاولة لتبرئة ساحتها اشارت الفيفا في بيان لها الى انها تعمل على التأكد من ان ما ذكرته التقارير العالمية حول اوضاع العمالة في قطر غير مرتبط بمنشآت كأس العالم لضمان حقوق الانسان الا ان ما تفعل الفيفا هو غسل يديها من دماء العمال التي اريقت في تلك المنشآت والتي رصدتها على مدار السنوات الماضية العديد من المنظمات الدولية وقدرت وزارة الخارجية الامريكية ان اكثر من ستة الاف عامل قدموا شكاوى الى اللجان القطرية الجديدة لتسوية المنازعات العمالية في العام الماضي الواقع المزري الذي يتجرعه العمال في قطر كل يوم وصفته التقارير الدولية بانه يصل الى حد العبودية فيما تحدثت منظمات عمالية الى ان عدد قتل المنديال القطري تجاوز ثلاثة الاف عامل في ظل انعدام شروط السلامة فضلا عن ترد الوضع المعيشي لهم حيث تم تسكين العمال في مخيمات اظهرت لقطات مصورة تكدس العشرات منهم في غرف صغيرة تفتقد فيها الحياة الادمية مما ادى الى تفشي الامراض والاوبئة في اوساط العمال هذا الوضع دفع العديد من النقابات العمالية حول العالم للتهديد بمقادات النظام القطري والاتحاد الدولي لكرة القدم عما يلاقيه العمال في قطر والذي وصل لحد السخرة والعبودية اشتركوا في القناة